السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله النهاردة هنعمل الأرنبيت المقلي طريقة سهلة جدا وبسيطة أول حاجة الريحة خاطيرة لا تتخيلوا الريحة طلعة ريحتها إيه لوحدها بتشبع الطعم جميل الأرمشة اللي فيت حيثنا هو ما أرمش جدا جدا الطبقة الخارجية ما أرمشة والطعم رائع وريحة حلوة جدا وصفة سهلة جدا وبسيطة وأحلى من الفراخ الكنتاج الطريقة بقى أنا بجيب الأرنبيت وبقطعه وبخسله وبقطعه زي ما أنتم شايفين القطع دي على حسب ما أنت إيه حاب بحط مية على النار وبحط الزرة صغيرة من الملح ما نقطرش أول ما المية تغلي بقوم راحة إيه سقط الأرنبيت فيه خمس دقايق أو أربع دقايق وإيه وخلاص بيتسلق بعد كده هجيب ثلاث معالق من الدقيق ملح وفلفل وكمون وقلب كده ومعايا شبط وكسبرة ومعايا متقطع كده صغيرة جدا دي أول خلطة معايا تمام؟ طبعا أنت بتزبطي كمية الملح بتزبطيها بتدقيها وبتزبطي الكمون والفلفل الأسود بحط بيدة واحدة وبقدر باقي أضيف ميا كده شوية بشوية لحد ما يكون القوام عندي يعني أتقل من الكريب بشوية يعني من قوام العجينة بتاعة الكريب تمام؟ أنا بقى بزبط كده العجينة وبزبط الملح كمان آآ الطبق التاني معايا برضو تلات معالق من الدقيق عليهم زرة ملح وزرة فلفل أصمر بعد كده ببدأ أحط الأرنبيط في الخلطة الأولانية وخلي بالنا بقى وإحنا بنحطه في الخلطتين نحاول ندخل الخلطة جوه الأرنبيط من جوه عشان لما نحطه في الزيت يعني إيه كله كده يقلي يبقى طعمها مقرمش وجميل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا هحط الزيت على النار وبعد كده الزيت أول ما يتقضح ببدأ إن أحط الأرنبيط الأرنبيط بسويه على درجة حرارة متوسطة ما تعليش النار قوي عشان أنا عايزة اللون دهبي وجميل ما يكونش لون غامل وبرضو ما تهديش النار قوي كده كده الأرنبيط مستوي يعني هو مسلوق ومستوي أنا عايزة بس إيه أسوي الطبقة الخارجية ودي لون جميل أنا هحاول كده آآ يعني أطلع الأرنبيط على مناديل عشان أوريكم إنه هي الخلطة بتاعتي يعني ما شرب زيت نهائي نهائي حلوة قوي قوي ووصفة ممتازة والله يا جماعة تنفع للفطار والغدى والعشة جميلة بصوا أنا بحاول أشيل كده بصوا ما فيش يعني بعض القطرات البسيطة يعني ما فيش يعتبر ما فيش زيت أصلا شرب زيت ولا أي حاجة وصفة سهلة وبسيطة طبق حلوة قوي أنا بحب سخن بصراحة بيكون مقرمش جدا 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 ورحته نفسه خطير بسم الله ما شاء الله يريد بقى تجربوا الوصفة بطريقتي ولو عجبتك الوصفة يريد شير ولايك واشتراك في القناة والختم بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة